حدث في تاريخنا القريب صراع بين السلفية والصوفية فالسلفيون حاربوا الصوفية طبعا ليش لان الصوفية انحرفوا صراحة حرفوا بالبدع وانحرفوا باطروحات غريبة وانحرفوا بحركات ليس لها اصل وشعوذة وادخلوها في الدين فجاء السلفيون بحرصهم الشديد على تصفية الدين فحاربوا التصوف المشكله التي حدثت انما حاربوا الصوفية المبتدعة وانما حاربوا كل التصوف بكل اشكاله ولذلك صار في اذهان الشباب اليوم كأن في يعني تخوف وتردد تجاه التصوف ولذلك الذي حدث الذي نراه في جيل سبابنا اليوم نرى ظاهره وهي جمود روحي شديد نعم هناك حرص على النشاط حرص على الحركة حرص على حتى الشعائر و قيام الليل في رمضان لكن هذا الحرص الشديد ما نعكس في الباطن ما نعكس في الروح هذا الذي نطمح اليه قضية الروح فهذا عدم تمييز السلفية في حربهم ضد الصوفية ادى الى ضعف الروحانيات بين شباب الامة وبناء عليها انتشر نوع من الجمود تجاه الدين و رجعنا الى الوهن ينزع الله سبحانه وتعالى المهابة من قلوب اعدائكم و يجعل في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا و كراهية الموت هذا الوهن هذا تعرفوا الوهن اللي هو ضعف الروحاني هذا والذي ينتج عنه حب الدنيا و كراهية الموت هو ضعف روحانية هذا يؤدي الى ماذا هذا يؤدي الى تكالب الامم علينا نتيجه الحديث توشكوا ان تداع عليكم الامم كما تداع الاكلة الى قصعتها تعرفون الاكلة الى قصعتها يعني لما يكون في عزيمة طعام و بعدين صاحب العزيمة يقول يلا يا جماعة الاكل طاح هذا القصعة القصعة يعني الطعام الجاهز و الاكلة الناس الذي ستأكله فتوشك ان تتداع عليكم الامم تتعازم عليكم و هذا الذي حدث في نهاية الدولة العثمانية دولة الرجل المريض كما يسموها تداعت علينا الامم فرنسا و ايطاليا و هولندا و المانيا و روسيا و بريطانيا و كل واحد ياخد جزء من الامم ليش بسبب حب الدنيا و كراهية الموت و ضعف الجهاد في سبيل الله و كله عكاس pouquinho للقضية الروحية فبدايه المشكلة الحقيقه من غلو المتصوفه و من حركاتهم و شعوذاتهم و يعملوا مولد للرسول صلى الله علیه وسلم المولد حضر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حضر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم يسموها الحضرة كيف يحضر الرسول عسان هذا اصل المشكلة طبعا هذا ادى الى ان السلفية هاجموا الصوفية فهاجموا كل التصوف و انتهت الروحانيات بسبب هذا الذي حدث ليس المطلوب نبذ الصوفية انما المطلوب هو نبذ الانحراف الذي حدث في التصوف وهذا الانحراف الذي حدث في التصوف نسميه الشعوذة او البدعة علاجه هو باحياء الروحانية وليس بمحاربة التصوف فدولة الاسلام القادمة هي دولة روحانية فالتصوف كما يسميه الامام ابن تيمية له مجلد كامل في الفتاوى اسمه التصوف الحق هذا الذي نبحث عنه اشتركوا في القناة